أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن إطلاق المرحلة الثالثة من استراتيجية مكافحة الفساد يمثل حرص الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره مشددا على تنفيذها بالتزامن مع رؤية مصر عشرين ثلاثين قال مدبولي خلال احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية إن أثار الفساد لا تتوقف عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا وأضف مدبولي أن جهود مكافحة الفساد تحظى بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة جميع أشكال الفساد وصوره وأنها وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته وإحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر